انتبعيSE what is it? انتبعي انتباعي اماما سار صغير كان ملتقعي كشي на المطبخ انتباعي انتباعي كان المطبخ انتباعكل اشتركوا في القناة 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 إلا في حالي واحدة بتركي الجلي لما أكون تعبانة أو مريضة ساعتها أولى يا جماعة بخلي الجلي لثاني يوم أما غير هيك أبدا بحس حالي إنه بالليل بكوبس ما بعرف أنا بظلي أتقلب إنه في جلي بالمطبخ لازم أقوم أجلي يعني ما برتاح نفسيا فعشان هيك يا جماعة كمان إنتوا لا تخلي الجلي لثاني يوم أبدا أبدا وخاصة إذا كان في بيض لا مباشرة بعينكم الله حتى لو تعبانين مريضين هيك مش قادرين لا مباشرة هيك خمس دقائق إجلوا هالجليات وخلاص حتى لو ما سويتوا الغاز أو مثلا ما سويتوا الرخمات أهم شي الجلي الجلي أهم إشي بعدين كان عندي هذا البودر تلماجي كانت عندي كرتوني كاملة فحبيت أفضي عقد العلبة كانت العلبة تقريبا مخلصة ضل منها شوي وبتخلص فحكت خليني أفضي من الكرتون عشان اتوسع لي مكان طبعا فضيت بس كما بكيت والبكيتات الباقية حطيتها زي ما هي بالكرتوني بخزانة المونة كل ما بتخلص من عندي العلبة برجع بفضي طبعا الابهارات كاملة بحطها بالثلاجة سواء بالصيف أو بالشتاء بحس إنه ريحة الابهارات بتظلها متركزة يعني ما بتروح أما لما بحط الابهارات برا بحس إنه هيك بتعتق الابهارات وريحتها وطعمها بيروح بيختفي بحس إنه بطل إلها طعم وما في إلها الريحة فعشانك بحطهم بالثلاجة وخاصة يا جماعي القهوة والهيل هذول شغلات أساسية تحطوها بالثلاجة القهوة العادية القهوة الحلوة لاجم تحطوها بالثلاجة بتحافظ على نكهتها وتركيزها عن جد الثلاجة هيك أحسن إنه تحطوها برا لا الثلاجة أفضل إجيت للرخامة من الجهة الثانية وليفتها ليفت كل إشي موجود على الرخام وصارت بتلمع لمع ما شاء الله والعجان تنظف والشلال وكل إشي ما شاء الله صارت بتلمع فصارت عنا جهة الغاز نظيفة وجهة الرخام نظيفة أنا هيك لما بسوي المطبخ بعمل بالترتيب بعمل من اليمين الله يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين بعمل أول شي من اليمين كامل بعدين بجي من الجهة الشمال وآخر شي الجلي والمجلة والأرضية هي بخليها آخر شي طبعا الأرضية هي لازم تنشطف في نفس اليوم بس ما شطفتها لأنه عارفي حالي ثاني يوم رح أشطه في البيت كامل فحكيت لأنه الميت الشطف تاعت البيت بوديها على المطبخ فرح يرجع يتوسخ ثاني يوم المطبخ حكيت لا مش مستاهلة تعب وهلاك زيادة كمان بكفينا الشغل اللي إيجانا آخر هليل كانت ساعة تقريبا 12 لما بلشت شغل خلصت يا جماعة كانت ساعة واحدة يعني ساعة كاملة حتى خلصت المطبخ فحكيت لا مباشرة بكنس الأرضية تكنيز وثاني يوم بشطفها شطف طبعا الجلي فيه أشياء بتنحط بجلايف فيه شغلات بدي أجليها على إيدي بس لازم أواشي ألبس الكفوف لأنه بدي أحط شوي من الهايبكس أو الكلور اسمه ما بعشي بتحكوله المهم لازم تحطه لأنه فيه بيض البيض ما بيروح ريحته إلا الكلور وأحيانا بحط شوي من القهوة بس لازم الكلور هيك أفضل وخاصة إنه إله تقريبا أكثر من نص ساعة موجود فالريحة كانت قوية فلازم أحط شوي من الهايبكس وحطيت على كل شيء على المجلة على الصحون على الطناجر على كل شيء وخليت هذا هيك داقيقتين وبعدين بلشت أليفهم صح إني أنا بدي أحط بالجلاي بس برضو لازم نحط شوي من الهايبكس أفضل وأحسن والمرحلة اللي بعدها اللي هي بتجلاي مرحلة التعقيم بالبخار هيك أفضل بتأكد إنه تعقم مرتين هيك خلاص يعني برتاح نفسيا أما ريحة الزنخة البيضة تكون بالصحون وبالكسات لأ مش كويسة هاي شغلي أبدا أبدا فعشان هيك لازم ألبس الكفوف طبعا المعالق والصحون كاملة هيك شطفتهم بالماء وحطيت عليهم شوي من الكلور على كل الصحون والمعالق بعدين حطيتهم بالجلاي أما المقالي والطنجرة هذولا جليتهم على إيدي طبعا هذولا المقالي إقدام عندي من أول ما تزوجت يعني إليهم تقريبا ثمن سنين فخلاص يعني بيكفيهم يعطيهم العافي ما أقصروا معي أبدا فإن شاء الله الأسبوع الجاي أول لبعده رح أشتري طقم مقالي جديد إن شاء الله فعشان هيك ما بشد إيدي في الشغل بحكي خلاص عادي يعني ما بدي أشد إيدي وأليفهم مضبوط ومن الدهون وهيك لا هيك تليف سريع وخلاص ومش عارفة طبعا ليش طايل هاي المقالي أصلا أنا مش عارفة ليش مقليتين ليش مقليتين مش عارفة المهم حكت يلا خلاص بجليهم كلياتهم وفي نفس الوقت حبيت أصوري لكم هذا الفيديو عشان تتشجعوا معاي طبعا أشياء الخشب ما بتنحط بالجلي معالق الخشب أشياء الخشب ما بتنحط بالجلي عشان هيك بجليها على إيدي وأكيد الجلي ما بشغلها كمان كل يوم يعني كل يومين كل ما يتكاثر الجلي بالجلي آه بشغلها أما يكون والله نص الجلي تكون نصها جلي بس مش كثير فيها جلي ما بشغلها حرام لأنه وأحيانا كمان القرص نفسه بكسمه بالنص إذا كان الجلي مكثير بكسم القرص بالنص هيك أحسن بس الأفضل إنه بس يتكوم عندي الجلي كثير بشغل الجلي مرة واحدة يعني كل يومين كل ثلاث أيام مرة لأنه بتعرفوا إحنا من غير شر يعني أنا وزوجي اثنين فما في كثير هالجلي بس عشان هيك أفضل كل يومين ثلاث أيام بشغل مرة طبعا بخلي الجلي فاتحة ما بسكرها على الآخر لأنه إذا سكرتوها جواها الجلي بتكمكم تطلع ريحتها أما بتخلوها فاتح شوي عشان تتهوى يعني الجلي اللي جوا يتهوى فما تسكروا على الآخر طبعا أكيد وأهم شي لازم المجلة يتنظف كثير كويس ويتعقم ويسير بالمعلامة طبعا كل أسبوع بحط أنا شوي من الكربونات وشوي من البكنج باودر والخل ودول جلي بحطهم في المجلة وبخليه ينقع تقريبا 10 دقيقة في مي ساخنة وبعدين بلايفه ما شاء الله بسير المجلة بالمعلامة غير شكل عن جد هاي الطريقة ممتازة لتنظيف المجلسي يوم إن شاء الله رح أشارك معاكم سمعين صوت الغاز الغاز قاعد بلف يا جماعة أنا بصير فيه شغلي أنا وزوجي لما يكون الغاز مخلص عنا ما بيجي تاع الغاز أبدا أنا ما بنشوفه الشارع كله ما بيجي فيه ولما يكون عنا الغاز موجود وما إحنا محتاجين لجرة الغاز بيظله كل شوي هولف كل شوي هولف مش عارفي ليش هيك بعمل معانا إحنا ولا إنتو كمان بصير معك وهذا الأشي أنزاد دائما الشغلة لما بدنا إياها ما بتيجي ولما بدنا شي إياها دائما بتكون متوفر بين إيدنا زي كمان التكاسي تكاسي الطلب لما بكون واقفة مثلا على الشارع ما بدي تكسي مثلا باستنى زوجي أو مثلا بدي أمشي أو باستنى أحدا بيظل التكاسي بزمره 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 ولما بدي إياهم والله جماعة بيختفوا من الشارع من الشارع كله بيختفوا أنزاد مطبيعي المهم وهي ليفنا المجلة عن جد النظافة ما في بعدها ابدا فحكيت بلاش اني اكوبس بالليل خليني اقوم وارتب واجلي واخلص من هالمهمة وبعدين احط راسي وانا ما يكون اشي وراي ثاني يوم ابدا وما اظن طول الليل افكر انه هيك متى بدي الاحق اصحى وامنتج واصور واشتغل واعمل كثير شغلات وبعدين اطبخ بعدين نتغدى وارجع اجل جلي الغداء وبعدين للصهرة وارجع اجل جلي الصهرة وبعدين عشاء بعدين جلي العشاء قلت لا خليني هيك مرحلة مرحلة افضل عشان ما هيك انعجك في يومي واكيد لازم تغسل الكفوف بعد كوم هالجلي اللي جليته لازم تغسل الكفوف كمان وبحطهم انا على حنفي عشان ينشفوا لثاني يوم وزي ما حكت لكم الجلي بخليها نصف فاتحة عشان تتهول اشياء اللي فيها وبعدين خلصنا المطبخ وصار بالمالمع شايفين هالغاز ما شاء الله نظيف الرخمات نظيفة كل اشي نظيف ضل عندي الارضية كان نستها بس تكنيس وثاني يوم حكيت بشطفها شطف والجليات بس ضل ينشفوا واضبهم ثاني يوم وكانت الساعة عندي وحدة بعدين لفيت على الغرفة كمان اللي كنا قاعدين فيها ورتبتها على السريع خليت شوي الابجور فاتح عشان اول ما تطلع الشمس ثاني يوم هيك تفوت الشمس على البيت شوي وهون تصبحوا على الف خير وهيك بحكي لكم يا صباح الخير باليوم الثاني حبيت ادمج لكم اليوم الثاني مع اليوم اللي قبله عشان هيك يكون الفيديو كله حماس ونشاط شوفوا لي شجرة هالاسكاديميا ما شاء الله بالجنن والحبات ههبلش ويستوي شوي وكان الجو بجنن عنجد كان هيك لطيف الجوي كثير عنجد كان كثير حلو الجو وحكيت بما انه الجو حلو والشمس موجوده خليني ارفع سجاد الممار وخلص اشيله على جنب عشان اوديه على دراي كلين دائما انا ببلش بخطوة خطوة ما بحب يعني انه عجق الدنيا كلها مرة واحدة اول شي بشيل السجاد بعدين ببلش اشيل الحرامات واخر شي الاواعي لانه والله يا جماعة لسه الجو بالليل برد والواحد مو ناكس وبرد بالليل لانه برد الصيف مو طبيعي فعشان هيك بحب انه اخلي الحرامات والاواعي اخر شي انه اضبهم واطول الصيفي والشراشف الصيفية والاشياء الصيفية بس لسه هسه حسيت بكير شوي هاي السنة يا جماعة الشتاء قاعد معانا يعني كثير مطول عنزود والله يا جماعة كثير طول معانا الشتاء ولسه الصيف ما طلع ابدا ولا بيان والله يا جماعة بارد خاصة بالليل لانه المنطقة اللي احنا ساكنين فيها كثير باردة بالليل يعني بعد الساعة 11-11 نص عن زد بصير برد مو طبيعي وبعدين حكيت بما اني متنشطة ومتحمسة من قبل بيوم خليني ازيد النشاط وابلش دعك بهالارضيات وتكشيت ومي عن زد يا جماعة غير شكل فجبت السطر عبت فيه مي ساخنة لازم مي ساخنة عشان ريحت المعقم والمعطر تظلها اطول فترة ممكنة استخدموا مي ساخنة فعبت السطر مي ساخنة وحطيت فيه شوي من المعطر الارضيات وسوبرجيل وبلشت ادعك بهالارضيات طبعا الغرفة رفعت السجاد شوي رفعت الدعاسات وبلشت الارض كاملة في الغرفة في الممر في المطبخ في الحمام الله يعزكم كله تنظف وصار بالمعلمة ما خليت اشي طبعا سجادت الغرفة ما رح ارفحها هسا لانه لسه بكير ان شاء الله رح ارفعها واوديها عدرايكلين بس لقدامي شوي ولانه حابي افرشها على العيد الكبير ان شاء الله فرح اغسلها قبل ما يجي العيد الكبير بس هسا لسه بكير شوي وبلشت هون اكشط الارضيات كاملة واودي كل المي على المطبخ عشان هيك بالليل ما ليفت الارضيات المطبخ لاني عارفة ثاني يوم رح اشطف البيت وهون كمان شلت الخزانة بعدها شوي وشطفت من وراها وما سحت بس اهم شي لا تكثروا مي بالارضية اذا عندكم اثاث بمكانه لانه الخشب اذا كثير حطيته مي بكمكم تطلع ريحته اذا اجت عليه مي وكمان الاثاث اذا اجا عليه مي وما انشف مزبوط كمان بكمكم وكل تنظيفكم بطلع الفاضي يعني ما بتحسوا بالنظافة وفيه كمكمة فعشان هيك انا ما كثرت مي بعدها جبت هاي الممسحة ومسحت الارضيات حطيت شوي مندي تول عنجد ريحت التول بتعطي نظافة مو طبيعية هيك عنجد اجواء النظافة يا جماعة فترة الصبح غير شكل والشمس داخل على هالبيت ونور ربي العالمين في كل البيت وهو صورة البقرة اذكار الصباح من نص صبح شغلتها الحمد لله عنجد الاجواء كانت غير شكل كل المسح كل اشي موجود عندي بلاط وكمان هون الغاز والثلاجة والطاولة والجلاي والخزانة شلتهم من مكانهم شطفت من وراهم ومسحت ورجعتهم وبلشت امسح هيك من على الوجه لانه كل وراهم المسح كامل الحمد لله ما ضل عندي شي ابدا فاكيد لازم القهوة وريحة القهوة وريحة البخور فعلى العين الثانية شغلت فحمة وهاي العين شغلت على القهوة الحلوة لازم الروايح القهوة والمعطر والمنظفات والبخور لازم تنتشر بالبيت لفترة الصباحية زي ما بحكو طبعا هذا الوقت تقريبا صارت عندي ساعة واحد ونص الظهر ثنتين الا ربع يعني اخذ معي وقت كثير بتعرفوا شطف وبيدي استنى البلاط يشف من الماء عشان اقدر انه امشي لانه بتعرفوا البلاط بيطبع على السريع الاصابع فعشان هيك بدنا نستنى الارضية تنشف بعدين منقدر نمش ونتحرك براحتنا واكيد هيحطينا الفحم وحطت قصدير فوق الفحم بعدين حطيت البخور هيك احسن عشان يطول معاي وما ينحرك البخور بسرعة بخرت المطبخ بعدين لفيت على البيت كامل غرفة النوم غرفة الضيوف بخرتها وطبعا كنت حاطة وجبة غسيل كمان نشرت وجبة وحطيت وجبة كان عندي بس وجبتين شفوا لي هالاجواء يا سلام غير شكل وهي الغرفة عندي كمان وهي قهوة صارت جاهزة وغيرت ميت الورد وكمان اللهم ست محمد حطيت ياسمين بلشوا الياسمين كمان عن جد الروايح تخيلوا يا جماعة ريحة الورد والياسمين والمعطر والديتول والبخور والقهوة وصوت العصفير وأجواء الصبح وضو الشمس عن جد كانت الأجواء بتجنن وهيكا قاعدة أشرب فنجان قهوتي على رواق ولهونا وصلت معاكم لنهاية الفيديو بتمنى منكم إنه تعملوا اللايك للفيديو إذا عجبكم فضلا وليس أمرا وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وبحكي لكم تصبعوا الألف خير دير بالكم ع حالكم سلام